بسم الله الرحمن الرحيم اهلا بكم ابناء الطلاب طلاب بريب 2 مع حصة جديدة من حصة مستر ساينز مع مستر شريف الهواري طبعا كالعادة ما ننساش نعمل سبسكرايب للقناة ونعمل فول لصفحة مستر ساينز على الفيسبوك عشان تكونوا متابعين الدروس بتاعتكم اول باول ممكن تضغط على ايقونة القناة لو انت اول مرة تشوف الفيديو ده ويوصلك بالقناة بتاعتنا على طول وتقدر تعمل سبسكرايب لها وتفعيل الجرس نواضح نتكلم عن جزئ الثالث يو الجزئ الثالث يوّلанный مole وعندنا فلاور صح كده النوع التشغل الذي عدينا مفياه طبعا هيا من نوع الـ يسمعوه باسم الـ اللي هو بيقول عليه باسم يولاد تكاثر لاجنسي يعني هنا مفيش بقى ميل ولا في ميل هنا بقى لا ما عندناش لا ميل ولا في ميل امالية مستر بيتم الـ عزي هنا تعالوا نشوف يولاد بيسمو باسم الـ كلمة كلمة يعني التكاثر خضري خضري يعني عن طريق أجزاء الخضراء في النبات ايه هو الديفنيشن بتاعه البرعم بتاع النبات يعني يا مستر معنى كده ان لو خدت حتة من الصاق ولا الروت ولا الليفز نفسها او البدز وحطتها في السويل ممكن تطلع لي نبات جديد اه وده اللي بيسموه يا ولاد باسمي ايه فيجيتيتف ريبروداكشن اللي هو تقاصر خضري طب يا مستر في منه نوعين في عندنا يا ولاد اسمها نيتشرال فيجيتيتف ريبروداكشن اللي هو التيك بلايس باي ميني ويز ليه كذا طريقة زي الريزومس حاجة اسمها الريزومات حاجة اسمها كورمس اللي هي الكورومات اللي هي الدرانات ودي اللي انا اعرفها بالتفصيل دي اللي علينا انا عايزك بس تعرفلي يعني ممكن يقولك في الانتحان فيجيتيتف ريبروداكشن ويجبلك اختيارات من ضمنها كلمة اللي هي الفروع كل الحاجات دي تحت مسمى يا ولاد اللي هما يعتبروا اللي هو تقاصر لاجنسي يا رب يكون فاهمين تاني يعني انا عندي الاساس دلوقتي هم نتكلم في ايه؟ في الاسكتشوال ريبروداكشن اللي هو بيسموه باسم فيجيتيتف اللي في منه نوعين يعني ما يكون طبيعي تاخد رايزومس وتحطاه في الارض او كورمز او مثلا تيوبرز دي بيسموه باسم البصيلاتي ولا تاخد مثلا دي اللي هو ايه؟ ابصال وفيه تيوبرز اللي هي الدرانات بتاعت البطاطس والوفشوتس اللي هي الفروع المهم من الاربعة او الفور ايجزامبل ستول تبع طبعي احنا هندلس مين بالتفصيل التيوبرز اللي هي الدرانات نسمع دائما عن كلم البطاطس يولا كي يقدران البطاطس درانة اللي هي التيوبرز ياولد بيحصل فيها ايه؟ تعالوا نجو في البطاطس التيوبر تعتبر ايه؟ روت في السويت بوتيتوز اللي هي البطاطة عارفين البطاطة طبعا بتكون عبارة عن روت الروت دوت يعني البطاطة البطاطة اللي احنا اكلها الحلوة اللي الراجل بيشويها ده على العربية دي عبارة عن روت ياولد تخيل بتكون موجودة في الارض من جوه او يكون التيوبر دي ساق زي البوتيتوز اللي هي البطاطس بقى نفسها يعني البطاطسية اللي انتو شايفينا في الصورة دي تعتبر ساق طب يا مصدر المشكلة ايه بقى مفيش مشكلة اولا حاجة انت بتاخد حتة طبعا انت ساعات بنشتري البطاطس ياولاد لو مما سابقتها في المنبخ فترة تبصت تلاقي طلعت بط كده بط اللي هو ايه كلمة بط اللي هو بورعم ساعت هتقول لي ما بتتقال علي ان هي زرعت يقول لك البطاط الزرعت يا مصدر زرعت يعني ايه يعني تلع فيها بط حلو قوي هو ده اللي احنا عايزينه خد بقى الحتة اللي فيها بط دي طاحها من البطاطس وحطها في الارض زي ما انتو شايفين كده اهي اللي انا هحط عليها دي ياولاد اللي هي بيسموها باسم اولد تيوبر اللي هي دارنا قديمة اللي كانت عندنا في البيت وزرعت حطها في الارض هتعمل ايه وسقيها بقى طبعا يوم يومين اسبوعين كلام من ده هتبص طلعت ياولاد روت سيستم روت سيستم طلعت روت وطلعت شوت سيستم شوت سيستم يعني ايه روت سيستم وشوت سيستم خطوه زمان اللي هو اللي هو طبعا الجزر والشوت سيستم اللي هو يعتبر ايه الساق والجزء اللي اخضر اللي بقه ده طيب ومعد كده بعد شوية ياولاد تبصت لايه سبحان الله طلعت بقى التيوبرز الجديدة اللي هي نيوتيوبرز اللي هي الضرانات الجديدة الضرانات الجديدة وطلعت البطاطسات بقى ولا البطاطا اللي انتو شايفينها دي فاهمين كده يبقى ده يعتبر ده بيسموه باسم ايه انا خدت الضرانة دي اللي فيها البط اللي فيها البط طالع زي ما انتو شايفين كده وحطتها في الارض طلعت روت سيستم وطلعت شوت سيستم فوق وروت سيستم تحت بعد شوية طلعت نيوتيوبرز ضرانات جديدة ومتقدت ما عندي بطاطسات جديدة او بطاطا جديدة تمام يا ولاد طيب النوع الثاني اللي هو الارتيفيشيال فيجيتيتيف ريبروڭاكشن ارتفيشيال فيجيتيتوف ريبروڭاكشن اللي هو التقاصل الخضري الارتيفيشيال الصناعي يعني الانسان بيدخل شايف في الموضوع ده يا ولاد اللي هو فيه نوعين اللي هو فيه حاجة اسمها باي قوتينغ اللي هو بيرو عليها بالععرب اسمها التعقيل عارفين العقل بتاعة القصد شايفين القصب كده تحسين هم متقسم لعقل زي ده كده زي ما انت شايفين في الصورة دي يا ولاد طبعا ده نابد تاني مثلا قصدي القصب بيكون عبارة عن عقل كده صح؟ نفس الكلام ايه مصدر موضوع cutting ده التعقيل ده يبقى لو جالك في الانتحان لك ايه from artificial vegetative reproduction هتقوله مين القط او التعقيل بتعمله ايه يا جماعة قالك منمسك part of root stem or leave that taken from plant يعني جزء من root او stem او leave خدناه من نبات for reproduction ممكن يجيلك الانتحان scientific term it is a part of stem root leave taken from plant for reproduction مين ده القط العقلة تمام او التعقيل اللي القط يبقى العملية نفسها طب بيعملوا يا مستر بياخدوا قد القطه خدوا العقلة دي اللي مزرعة زي ما انت شايفين كده اولاد وطلع فيها باط زي ما انت شايفين في الصورة اللي تحت قد العقل اهي طلع باط اللي هو علمينه على الشمال ده حلو يعملوا فيها ايه يحطوها في الارض اهو زي بيرد تتدفن انسايد سويل تتدفن في الارض تمام جروت وفورم روت سيستيم تكبر عشان تكون روت سيستيم جزء اوفزا بلانت والبط اللي هو اباف سويل البط اللي موجود فوق السويل جروت وفورم شوت ايه سيستيم المهم بقى عندي شوت سيستيم فوق وعندي روت سيستيم تحت من العقلة الصغيرة اللي انا زرعتها دي تمام كده ده بيسموه باسم ايه قاتينج اللي هو الطاقي طب النوع التاني يا ولاد من الارتيفيشيال من الارتيفيشيال الو هو بيسموه جرافتينج كلمة جرافتينج يعني التطعيم ده بقى نفهمه شوية بالراحة اسمع كده ان ريبرودكشن باي جرافتينج ان انديفيدوال بلانت ويتش كنتينج مور زان وان بط نون از ساين السي هنا سايل انت يا ولاد ساين لو الطعب او بلقالي جراف جاي من كلمة جرافتينج ايا مصر بالراحة بصوا احنا عندنا شجرة اهي الشجرة دي او دي الشجرة دي مسلا وليكن اا انا مثلا بطلعني نبات مش كويس رح تقصتها رح تجيبت الشجرة تانية اللي هي اللي فوق دي طبعا الشجرة اللي تحت دي الاصلية دي بيسموها باسم الستوك الستوك يعني الاصل الشجرة اللي تحت دي البن الغامئ دي طب والشجرة اللي فوق والله الشجرة اللي فوق دي بقى كانت بتاعة نبات مثلا عاجبني طعمه او انا عايز اعمل مكس بالنوعين من نبات مع بعض هنعرف دلوقتي زي ايه او مثلا الشجرة اللي فوق دي النبات بتاعها احلى تمام فاعمل ايه باء بس لازم هو انا بختار الصين ده اللي هو الطعم ده لازم يكون فيه بادز باد باد يعني ايه يعني برع من طرف اللي انا مش عليه بالاحمر ده البرع من طرف اللي خارج منها ده ايسمع كده تاني انزيس ريبروداكشن باي جرافتين الفرد من النبات which contain more than one bud اللي فيه اكتر من bud بيسموه باسم sign او جراف اخترناه عشان نحطه on another individual known as stock عشان نحطه على فرد تاني اللي هو stock الاصل طب يا مصدر نحطه انا شايف يا مصدر في الرسمة فيه شكلين فيه طريقة اهي وطريقة تانية الطريقة الاولى اللي اسمها attachment كلمة attachment يعني يا ولاد attachment يعني باللصق يعني بيلتصك باللصق ده انا شايفين كده اكنك بتلزم مع بعض وتربط ساعات بنشوفها كتير في بعض الناس يلاقي الشجرتين كده منحوين في بعضه وربطين وصندينهم بعمدان زي المانجو تريز في اشجار المانجو يبقى بيحصل فين؟ في المانجو تريز احفظ الاكزامبلز الاول types of grafting في عندنا attachment والنوع التاني اللي هو اللي هو بيسموه بالقلم حتى تبص كده تحس ان الصين ده اللي هو التعم ده عبارة عن كأنه قلم بيجروه فعلا زي سن القلم يا ولاد ويدخلوه في الستوك في الاصر طبعا على شكل تمام يعني بتحط على شكل زي قلم كده في الستوك زي مين بيعملوا الموضوع ده enlarge trees في الاشجار الكبيرة بيعملوا طبعا by which طيب in both methods في الطريقتين يا ولاد خلي بانك بقى the sign is in the end the stock are tightly يعني في الحالتين سواء كان بالattachment او بالويدج لازم tightly tied together يعني يطرقته كويس مع بعض where the sign feed on the juice of stock يعني يا ولاد يعني انت يا طعم يا sign اللي حطتك فوق اكيد بتستفيد من الجوس من العصارة اللي بتاعت مين الستوك الستوك ده يجيب لك من الاب ده يعتبر كأنه الاب يجيب له من الصويل ويطلق له فوق الاكل اللي بتاعتم طبعا 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 الاب يعني انواع انواع يا ولاد متشابهة يعني انواع متشابهة يعني مثلا الورانج والنارينج يعني في حاجة اسمها الانارينج شبه برطقان كده يعملوا مع بعض بينهم ايه تطعين عشان طبعا ايه او مثلا يعني برطقان مع برطقان تاني ايه افضل او احلى ممكن يعملوا ما بين الابل والبييرز اللي هو التفاح والكميترة ساعة ناكل التفاح نحس انه طعمه زي الكميترة شوية او العكس كميترة معي للطعم التفاح ده يبقى معمول عن طريق زي مثلا البيتشيز انت الابريكوت اللي هو الخوخ والمشمش ساعة ناكل الخوخ ونحس انه طعمه داخل على المشمش شوية او العكس ده بيكون حصل ايه اولاد حصل تطعيم ما بينهم يبقى احنا كده خلصنا كام نوع من انواع الارتيفيشيال في جيتاتي في برو داكشن اتكلمنا عن التعقيل اللي هو بالعقل اتكلمنا عن التطعيم وعرفنا الحالات بتاعته والإجزامبلز ايه نحفظها في بقى النوع التالت من الارتيفيشيال الريبرو داكشن اللي هو بيسموه باسم التشو كالتشار الزراع ودي حاجة حديثة دا ولاد احدث حاجة اسمعها الزراعة الانسجة ملتوب الترجمة الديفينيشن دا مش عايز اقولوكو بيجي في الانتحانة دايما يا ولاد في الانتحان افتح كده الانتحانة ودور عليها تلاقيه ايه تشو كالتشار طريقة او حملية نزود نزود نضاعف يعني جزء صغير من النبات عشان يديني ماني ايدنتيكال بارت يعني يديني اجزاء ايدنتيكال يعني ممثلة ممثلة تماما ايدنتيكال بارت يعني مستر ممكن تفهمها انا عن رسمة تعالوا نشوف يعني تشو كالتشو دا نبات او زيستيشو is separated from the upper part of the stem يعني خدوا الحتة دي من الاستيم قطعوها من النبات دا ركز بقى شايفين النبات الطويل العريض دا انا اخدت منه بس حتة هاي اه 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 حطناها هنا بسموها تشو زيستيشو is placed in nutritive medium حطوه في وسط غذائي العلبة دي فيها غذاء يعني فيها كل الزينك والنيتروجين والحاجات المهمة دي containing nutrients and hormones وفيها هرمونات وبعدين يا جماعة بتعملوا ايه يبصوا يلاو ايه اولاد الحتة الصغيرة دي بيتعمل new plant او the new plant start to grow يكبر till certain size لحد حجم معين certain size بعد كده يعملوا ايه يوموا شايلين وحطينه في الصويل اللي يحصل the plant is transferred to soil يعني اللول الصويل to grow normally عشان ينمو بطبيعي طبيعي جدا يgrow normally ويطلع ده ايه ده يا مستر ده بسم الرحمن الرحيم ده يا مستر زي ده بالظبط اه انتخذت بالك احنا جبنا ده حتى ازاي من نقطة نقطة من ده يعني تخيلوا لو انا مسكت ال plant ال up ده وقطعته 100 حتة يطلع لمية جودات زي ده شوفتوا بعد انا بعمل ايه multiplying multiplying small part of plant انا بضاعف جزء صغير من نمات to get many identical parts عشان يجيب انواع كتير شبهوا بالظبط يا يعني يا مصر اللي علمين ده اللي هو new plant ده typical من ال up ده صح جاي منين من تشو صغير من نسيق صغير زرعناه عشان كيسميناه باسم ايه tissue culture زراعة الانسجة فهمنا جاتي ال steps ازاي definition مهم جدا يا ولاد definition مهم جدا process of multiplying small part of plant to get many identical parts لو انتو خدتوا بالكو في كل الطرق دي اللي هي tissue culture وال crafting وال cutting انا جبت سيرة ميل ولا في ميل لا يا مستر صح ده هنا لا في ميل ولا حتى في ميل لا عندنا ميل ولا في ميل يبقى كل ده يا ولاد طبع حاجة اسمها ايه asexual reproduction implant اللي هو تقاصر لا جنسي اللي هو ملوش جنسي لا ميل ولا في ميل فهمنا كده كده احنا خلصنا بصفة عامة reproduction implant حصة طويلة ما حبيتش اسمها على نصين عشان خاطر تكون كاملة معاكم كلها في حصة واحدة آآ يارب تكونوا فهمتوا آآ listen كويس آآ listen مليان معلومات يا ولادو مليان كلمات جديدة ما تزهقش منه من اول مرة الدرس دوت لما تسمعه مرة واثنين وتلاتة وتحفظه وتقسمه قسم انت الفيديو على نصين اهم حاجة قسمه على نصين ادرس الاول لسكشول عشان خاطر يكون طبعا سهل عليك بالتوفيق ليكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته